رقمان مخيفان أعلنتهما منظمة الصحة العالمية بشأن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فعدد الضحايا ينتظر أن يرتفع إلى حوالي عشرين ألفا أما عدد المتضررين فيقارب الثلاثة والعشرين مليونا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أن الزلزال الذي ضرب بلاده هو من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ فيما نشدت سوريا المجتمع الدولي أن يمد يد العون لها لسيما أنها لم تتخطى بعد آثار الحرب والدمار وهي خاضعة لعقوبات دولية ما يحرمها إمكان مواجهة المأساة كما يجب في المقابل لبنان الذي نجى من الآثار المباشرة والكبيرة للزلزال يحاول عبر وفود رسمية إرسالها ويرسلها إلى تركيا وسوريا مدى يد العون كما يحاول إيجاد مفقوديه في البلدين أو إعادة من قضى منهم إلى لبنان إنها مأساة تتشارك في نتائجها السوداء ثلاث دول عاشت طويلا لعنة التاريخ بالصراعات ومحاولات الهيمنة وها هي اليوم تعيش لعنة الجغرافيا فهل قدر منطقتنا أن تتنقل من لعنة إلى أخرى؟ المأساة الإنسانية جعلت الوضع السياسي في لبنان في الدرجة الثانية من الاهتمام حتى لقاء بريز لم ينل الاهتمام الكافي وخصوصا أن البيان الختمي لم يصدر بعد قضائيا مجلس القضاء الأعلى لم يجتمع بسبب تغيب رئيسه واثنين من أعضائه ما أشر إلى وجود نوع من التهديئة في العدلية بانتظار بل ورد حل يعيد الأمور إلى نصابها والتحقيق إلى مساره أما ماليا فالبلد شبه مشلول نتيجة الإضراب المفتوح للمصارف واللافت أن السلطة التي يفترض أنها المسؤولة عن القطاع المصرفي وعن مصالح المودعين تبدو كأنها غير معنية بما يحصل علما أن تقعصها المريب عن إصدار التشريعات الضرورية لتنظيم العلاقة بين المودع والمصارف وفي طالعتها الكابيتل كونترول هو الذي أدى إلى علاقة تصادمية بين المصارف والمودعين فإلى متى ستواصل السلطة دفن رأسها في الرمال وإلى متى ستبقى الحكومة تتفرج على انهيار القطاعات الاقتصادية في البلد من دون أن تتخذ القرار المناسب لكن القرار في حاجة إلى رجال قرار وهؤلاء الرجال لا وجود لهم في السلطة اليوم شكرا